جولات متتالية من أعمال هذه اللجنة الدستورية في جينيف طيلة الفترة الماضية لكن لم تخرج حتى اللحظة بشيء ملموس فعلا ولا بأرضيات حتى مشتركة في ظل الحالة من المراوحة والاتهامات المتبادلة وكذلك تعاطي عبثي من الطرفين كما يقول البعض هل يتبدل هذا الحال بقراءتك؟ يعني حتى الآن لم يتبدل أي من القضايا التي كانت مطروحة وهذا بطبيعة الحال ربما يكون أمرا بديهيا في أن هذه المعارضة التي لم تتفق فيما بينها على نقاط أساسية حتى على الوفود كانت دائما هناك خلافات في من يكون في هذا الوفد من هذه المنصة أو من تلك المنصة ثانيا تهرب هؤلاء من أن يكون هناك موافقة مسبقة على كل النقاط التي طرحت من قبل الوفد السوري الرسمي فيما يعني السيادة والحرية والاستقلال وهوية الدولة وعروبة الدولة والموقف من الاحتلال الأجنبي كل هذه الموضوعات لا يمكن لأي بلد فيه مشكلات أن يذهب إلى دستور وأصلاحات دستورية ما لم يكن هناك اتفاق على هوية هذا البلد حتى الآن هؤلاء يماطلون في أنهم لا يريدون للدولة أن تكون عربية يعني سوريا ممكن أن تتحول إلى شيء آخر بالنسبة لهؤلاء ثانيا أن الخلافات التي تعصف فيما بينهم ما بين السعودية التي تعتبر مرجعا وتركيا التي تعتبر مرجعا آخر وروسيا مرجع ثالث ربما هذه المنصات طالما اختلفت فيما بينها وطالما أثر هذا على جولات المفاوضات طبعا نحن نتحدث عن جولات مديدة من المفاوضات واستغرقت أجال طويلة إلى أن الموضوع الحاسم الآن في هذا الموضوع في أن الوفد السوري الرسمي فيما أعلمه أنه يصر على أن يكون هناك ثوابت أساسية لتنطلق هذه اللجان إلى النقاط التقنية المتعلقة بالفقرات المطروحة سواء في المواد الإصلاحية وغيرها من المواد التي طرحت عبر اجتماعات على الانترنت على مأذن هذا التوافق على الإطار العام سيد سيد فيصل هل هو من اختصاص هذه اللجنة؟ كما تعلم هذه اللجنة دستورية شكلت برعاية الأمم المتحدة من الجانبين إلى جانب الطرف الثالث كما كان يرى المبعوث الأممي ومهمتها الخوض في بحث إمكانية تعديلات دستورية وكتابة دستور جديد للبلاد هل هذه المعطيات الإطار العام الذي تتحدث عنه؟ الحديث عن التدخلات الخارجية الحديث عن محاربة الإرهاب هل هو من اختصاص هذه اللجنة؟ وهل هو في إطار مهمتها؟ أولا دعنا نكون هنا صريحين للغاية لا يمكن لأي بلد أن يتسالم على كتابة دستور جديد إذا لم يكن هناك ثوابت أساسية ينطلق من خلالها مثلا على سبيل المثال عندما عصفت الحرب في لبنان وذهب النواب اللبنانيون وزعماء الحرب إلى مدينة الطائف السعودية اتفقوا على نصوص أساسية هوية الدولة هي الأساس واتفق آنذاك على أن لبنان مثلا بلد كذا وكذا زوجه عربي بعد أن كان هذا الأمر غائب عن المواد الدستورية ومن ثم شرعوا في كتابة الدستور وهذا الدستور أصبح هو الدستور المعمول به في لبنان بعد أن أضيفت إليه مقدمة فصار لدينا مقدمة الدستور التي أصبحت لازمة للدستور اللبناني طيب عندما عصفت هذه المشكلات بسوريا وهذه الحرب الضروس في سوريا اتفق برعاية الأمم المتحدة وأصدر القرار 22-54 وذهبت الوفود في كل جولة كنا نرى تغييرا ما بين المنصات السلاس أو منصات أربعة ما بعرف إذا كانوا أربعة أو ثلاثة بس على الأقل السعودية والتركية ومصر وروسيا يعني أربع منصات كل من هذه المنصات كان لديه وجهة نظر تختلف عن الأخرى لم يتوحدوا في إطار واحد حتى فيما بينهم ثانيا أن هذه المعارضات وهذه المنصات يبدو أن الحال في سوريا قد صبقتهم إلى مكان آخر تماما يعني هؤلاء لم يعود لهم أي قدرة تمثيلية في الواقع السوري عندما تطالب سوريا على أن يكون هناك موقفا أستاذ بهاء من موضوع الإرهاب وموضوع احتلال الأرض يعني أن هؤلاء لم يعودوا موجودون وعمليا الجيش السوري الآن يقارع مثلا داعش والنصرة وغير ذلك من المجموعات الإرهابية الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر